ذكر الزهري رحمه الله تعالى أن أبا جهل ومعه جماعة منهم أو فيهم أبو سفيان وخنيس ابن شريك مجموعة من الأخنس ابن شريك كان موجود مع هؤلاء والذي در الحوار بينه وبين أبو سفيان فبيذكر أنهم تسللوا الزهري يذكر أنهم تسللوا ليلا ليسمعوا ليسمعوا ماذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام تسللوا عند الكعبة وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن عند الكعبة فلما أنهى النبي قراءته قال الأخنس ابن شريك لأبي جهل يا أبا الحكام ما رأيك فيما سمعت ما رأيك فيما سمعت يقصد ما سمعه من الرسول عليه الصلاة والسلام إيه رأيك في اللي أنت سمعت هذا فقال أبو جهل انظر هو يسأل عن شيء معين انظر إلى أين رمى به أو يعني أين نقل الحوار والاهتمام وكيف رد أصلا وكيف رد ويسألك عما سمعت ما رأيك فيما سمعت انظر إلى إجابتي على الأخنس قال تنزعنا يعني تنافسنا وتسابقنا تنازعنا نحن وبن عبد مناف الشرفاء بن عبد مناف لما قبيلة النبي عليه الصلاة والسلام ويقول نحن لو أبو جهل وقبيلته تنازعنا نحن وبن عبد مناف الشرفاء في مكة يعني العرب طبعا كان عنده مسألة الشرف والسمعة والرياسة والكلام ده موجودة فجاء القرآن فضبطها فجاء القرآن فنظمها فجاء القرآن والإسلام فقيدها لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى واجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إيه إن أكرمكم عند الله أتقاكم جاء النبي عليه الصلاة والسلام ليعلمنا أن تقوى الله أفضل مكتسب وأن طاعة الله أعلى نسب أعلى نسب أن يكون إنسان قريبا من الله سبحانه وتعالى جاء القرآن وجاء النبي عليه الصلاة والسلام ليبين أن قيمة المرء ليست في الأب ولا في الأم ولا في الحظوة ولا في المكانة إنما قيمة المرء ما يحسنه ليس المرء أو ليس الفتى من قال كان أبي من قال كان أبي ولذلك دائما لما تيجي تتكلم عن عدو الأخ أصلاحنا عندنا كذا أو أنا كان زمان عندي كذا لا إحنا مش عايزين نبقى زي الفتوى اللي عايش على سمعته يعني لا ليس الفتى من قال كان أبي إنما الفتى من قال ها أنا ذا ها أنا ذا كن ابن من شئتا دا كلام الحجاج لمجموعة من الأولاد لما مر عليهم جنديهم من جنودي فأخذهم إلى الحجاج فأجابهم بقوله كن ابن من شئتا واكتسب أدبا كن ابن من شئتا واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب كن ابن من شئتا واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب ليس الفتى من قال كان أبي ولكن الفتى من قال ها أنا ذا ولكن الفتى من قال ها أنا ذا فجاء القرآن وجاء الإسلام وجاء نبينا صلى الله عليه وسلم فقيد ونظم وعلم الناس أن العبرة بالموازين أن العبرة بالموازين أن القيمة الحقيقية هي فأما من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون وأما من خفت موازينه فأولئك الذين خاسروا أنفسهم إذن الذي يكسب بالميزان الذي يكون له ثقل هو ما يعمله وما يقرب إلى الله عز وجل وزن الإنسان بما يحسنه وما يعمله لله سبحانه وتعالى وذلك ابن مسعود لما صحابه تكلموا في دقة ساقيه فقال نبيع السلام هي أثقل عند الله من جبل أحد ولما مات سعد رضي الله تعالى عنه ابن معاذ اهتز له عرش الرحمن اهتز له عرش الرحمن وأبو جهل الذي دوق وحير وظلم وكذا 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 قتل على يد غلامين قتل على يد غلامين وفرعون أعز رجل عرفته الدنيا فرعون لأنه قال أنا ربكم الأعلى يعني ممكن أن يقول أنا الكبير أنا مش عارف كذا أنا الرئيس أنا كذا إلا أن هذا الرجل قال أنا ربكم الأعلى دع الألوهية من دون الله عز وجل فمات غريقا اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية لتكون لمن خلفك آية ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذر من هذا الصنف كما ذكرت الذي يعني يأخذ هذه القضايا وهذه الحوارات وهذا الجدل في اتجاه في الاتجاه الذي ينصره هو دون النظر إلى الحق دون النظر إلى الحق الزهري رحمه الله بيذكر هذا الحوار الذي ضر بين أبي جاهل وبين الأخنس ومعهم أبو سفيان وبعض من هؤلاء فقال له الأخنس يا أبا جاهل ما تقول فيما سمعت لما سمعوا القرآن من الرسول عليه الصلاة والإرائك في الكلام هذا فقال تنازعنا الشراء نحن وبنوا عبد مناف وبنوا عبد مناف الشرف فحملوا فحملنا يعني حملوا فحملنا يعني يعني أعطوا للفقراء وزاروا المرضى كان لهم يد على هؤلاء حملوا الناس وكانوا الأصحاب يد على الناس يعني ففعلنا مثل ما يفعلون حملوا فحملنا وأطعموا فأطعمنا يعني يزبحون ينحارون الإبل ويقدمون الوجب الضياف للأضياف وأطعموا فأطعمنا خلاص طيب قالوا حملوا فأطعموا فأطعمنا وحملوا فحملنا وأعطوا فأعطينا يعني الأعطيات بقى والبزخ والإنفاق والكلام ده يعني نتساوى بنوا عبد مناف لما قبيلة الرسول عليه الصلاة والسلام يفعلون فنفعل ليه بول تنازعنا الشرف تنازعنا وتنافسنا في الشرف أحيانا أحيانا بتأتي المنافسة على غير وجهها أحيانا تأتي المنافسة على غير وجهها يعني يتنافس الناس وتفخر الناس في زينة الحياة الدنيا هذا غير محمود أصلا هذا لا ينبغي نعم تطعم وتحمل وتعطي وكذا لكن يكون لك وجهة يكون لك هدف يكون وهو إرضاء رب العالمين سبحانه وتعالى كل ما يوافق ما أمر به الله عز وجل وما أمر به النبي عليه السلام أما من أجل بقى السمعة والمدح والكلام ويقال كذا وكذا وكذا هذا مزمو فقال حملوا فحملنا وأطعموا فأطعمنا وأعطوا فأعطينا قال حتى كنا كفرسي رهان يعني كلما فعلوا منقبة أو فضيلة فعلنا مثلها كلما أطعموا أطعمنا حملوا حملنا أعطوا أعطينا أمه وبن عبد المناث قال حتى كنا كفرسي رهان فتجاثينا على الركب يعني كأن المنافسة على أشدها بيننا وبينهم بيننا وبين بن عبد المناث طيب قال ثم قالوا شوفوا أنا أسئل عن ماذا عن ما قاله النبي عليه السلام شوف نقل الحوار في قال ثم قالوا منا نبي من هؤلاء لما بنوا عبد المناث بيحكي للأخدس بيقول ثم قالوا منا نبي يوحى إليه أو ينزل عليه الملك من السماء قال ثم قالوا منا نبي يأتيه الخبر من السماء فأنا ندرك ذلك تبتقول لي يا أخ ناس أو أقول لك الحاجات التي عملوا عملنا زي لما جاءوا لهذه ما نستطيع أصلا ثم قالوا منا نبي يأتيه الخبر من السماء قال والله لا نصدقه ولا نؤمن به والله لا نصدقه ولا نؤمن به هو ده ما نحن نتكلم عليه انظر إلى المحاورة انظر إلى المجادلة هذا الجدل المزموم هذه المحاورة المناقشة المزمومة هو لا يريد أن يصل إلى الحق أصلا كل إشكالية وأنه عنده مشكلة مع هذا الخصم الذي يتكلم عنه فما يعني أبدى رأيا فيما سمعه إنما قال له كنا نتنافس ثم قالوا منا نبي يأتي يأتي الخطاب له أمن نبوه لأصبحنا أتباعا لبني عبد المناف